أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وأشار في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولوس السادس بالفاتيكان إلى أن سلام الرب يسوع يتبع طريق الوداعة والصليب مبينا بأن أسلحة الإنجيل هي الصلاة والحنان والمحبة والمغفرة المجانية وختم قداسته قائلا لنتذكر مع اقتراب عيد الفصح أن يسوع هو سلامنا وأن كل شيء مع المسيح سيتحول إلى خيرنا دعين المؤمنين إلى الإطمئنان حتى في الشدة إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم قداست البابا اليوم على سلام الفصح وقال دخل يسوع رشاليم في يوم أحد الشعنين باحتفال واستقبلته الجموع بفرح لأنها رأت في دخوله مجيء ملك جديد سيجلب لهم سلاماً ومجداً وسيحرر أورشاليم من الاحتلال الروماني ورأى آخرون في يسوع الملك المثالي الذي سيعيد إليهم السلام الاجتماعي لكن السلام الذي أعطانا إياه يسوع في الفصح ليس سلاماً يتبع استطراجيات العالم ولا يتحقق بالقوة والانتصارات ومختلف أشكال السيطرة سلام الرب يسوع يتبع طريق الوداعة والصليب إنه سلام يتحمل مسؤولية الآخرين ولا يسيطر عليهم وهو ليس سلاماً مسلحاً إن أسلحة الإنجيل هي الصلاة والحنان والمغفرة والمحبة المجانية القريب هذه الطريقة التي يتم بها تحقيق سلام الله في العالم وقال كداسته في حين إن سلطان العالم لا يترك سوى الضمار والموت فإن سلام يسوع يبني التاريخ بدءاً من قلب كل إنسان يستقبله والفصح هو العيد الحقيقي لله والإنسان لأن السلام الذي حققه المسيح على الصليب ببذل ذاته من أجلنا قد أفاضه علينا في يوم الفصح عندما قام من بين الأموات وقال تلميذه السلام عليكم لذلك لنقف أمام المصلوب ينبوع سلامنا ونطلب إليه سلام القلب والسلام في العالم ترجمة نانسي قنقر